تبدل الأولويات الدفاعية والأمنية للولايات المتحدة عكس جلياً في ميزانيتها الدفاعية للسنة المالية 2022 فالبنتاجون يعتبر الصين المنافسة الستراتيجي الأول من هنا تركز الميزانية على ضرورة مواكبة التطور العسكري والتكنولوجي والاقتصادي للحفاظ على التفوق الأمريكي في مواجهة الصين في هذه الميزانية تتبع الوزارة نهجاً واضحاً تجاه الصين وتوفر الاستثمارات لإعطاء الأولوية للصين باعتبارها تحدياً متسارعاً أصبحت الصين قادرة على المنافسة بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم إذ لديها القدرة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي والمصالح الأمريكية تحويل الاهتمام إلى منطقة المحيط الهندي والهادئ استوجب خطوات إصلاحية طالت برامج وقطاعات مختلفة من القوات المسلحة من أجل تأمين متطلبات المنافسة مع الصين تحويل الاهتمام إلى منطقة المحيط الهندي والهادئ استوجب خطوات إصلاحية طالت برامج وقطاعات مختلفة من القوات المسلحة من أجل تأمين متطلبات المنافسة مع الصين توفق الميزانية بعض الخيارات الصعبة التي كان علينا القيام بها قللنا من اعتمادنا على الأنظمة التي لم تعد مناسبة لتهديدات اليوم أو التي أصبحت مكلفة جدا نقوم بإعادة تخصيص الموارد لتمويل البحث والتطوير في التقنيات المتقدمة مثل الإلكترونيات الدقيقة والصواريخ التي تفوق سرعة الصوت والذكاء الاصطناعي والفايف جي والفضاء الإلكتروني قرار الرئيس جو بايدن للانسحاب من أفغانستان كان له أثر بارز في الميزانية إذ انخفض التمويل المخصص لمنطقة القيادة المركزية إلى 42 مليار أي أقل بـ 26 مليار من الميزانية الحالية ويشمل عملية الانسحاب من أفغانستان وما ينتج عنها من إعادة نشر للقوات وتدريب وتطوير القوات الأفغانية المسلحة إضافة إلى عمليات مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش في العراق وسوريا وبناء قدرات القوات العراقية كما تأخذ ميزانية وزارة الدفاع في الاعتبار التهديدات التي تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية والمنظمات الإرهابية الدولية على رغم من تأكيد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان أن الميزانية المطلوبة كافية لتحقيق أهداف البنتاجون فإن مواجهة حامية متوقع هذا الصيف في الكونغرس حين تبدأ النقاشات حول هذه الميزانية إذ أن الجمهوريين غير راضين عن حجم الزيادة فيها وكانوا يطمحون إلى زيادة سنوية لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة في المئة من البنتاجون وفا إجباعي الحرة